اشتركوا في القناة ان الموقع الجغرافي لارمينيا على عتاب الحضارة الشرقية والغربية جعله سهل الوصول اليه لكل فرد بامكانك الاستمتاع باشعة الشمس في كل المواسم مما جعل ارمينيا بلد سياحي طوال السنة مناظر طبيعية خلابة لقمم جبال مغطاتهم بالثلوج ضحيرات ذات مياه عذبة ووديان مشمسة فنادق راقية وواسعة مرافق مجهزة باحدث الاجهزة تجعل من ارمينيا مكانا مناسبا للقاء رجال الاعمال التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك تقدم العلوم الصناعية التي تعتمد على خبرة عدة قرون البلد الذي تبنت الديان المسيحي خدين الرسمي للدولة منذ عام 301 ميلادية لديها احرف ابجدية منذ عام 405 ميلادية ولديها عاصمة عمرها اكثر من 2800 عام الأطباق الأرمنية الشعبية جزء لا يتجزأ من الثقافة الأرمنية وأن خبز اللواشي الأرمني سجل في قائمة تراث اليونسكو ومن المغريات الأخرى التي لا يمقل السائح تجاهلها هي وفرة الفواكه والخضروات الطازجة أنواع مختلفة وبشكل واسع من النبيذ الأرمني إضافة إلى البراندي الأرمني المشهور عالميا والذي يؤود تاريخه إلى عام 1887 بالرغم من أن أرميليا بلد تاريخي إلا أنه هناك مقومات الجذب السياحي المعاصر بزيارة الأنصاب التاريخية تجعل الزائر يقترب من أطول تلفريك بالعالم والذي يبلغ طوله 5 كيلومتر 752 متر وينغز أوف داتيف أو أجنحة داتيف الذي دخل كتاب غنس للأرقام القياسية والذي ينقلك عبر وديان عميقة وجبال شاهقة إلى أعظم صرح معماري تاريخي دير القرن الرابع دير داتيف أخيراً أرميليا أرض حيث يتناغم به الحياة القديمة مع الحياة المقاصرة حيث بإمكانك أن تشعر به بمجرد حضورك لأحدى العروب الفولكلورية في أحد مسارح ياريفان وستشعر بالتناغم أيضاً عند تجوالك في شوارع ياريفان سواء ليلاً أو في النهار لتشاهد الحرف اليدوية القديمة مندمجة مع عمال يدوية حديثة لتبرز مهارة صانعيها مرحباً بكم في أرمينيا ترجمة نانسي قنقر